دعونا الآن نسمع جرعة الوعي هذه بسم الله حين تسمع الصحيح البخاري ما الذي يخطر على بالك؟ يخطر على بالك كتاب صنفه رجل في زمن متقدم قبل 1200 عاما تقريبا هذا المؤلف جمع أصح الأحاديث هذه الفكرة الموجودة عن كتاب صحيح البخاري وأن من الناس من يطعن في صحيح البخاري ويشكك بحفظ السنة بناء على طعنه في صحيح البخاري بما أنه أصح كتاب الطعن فيه يقتضي الطعن فيما هو دونه هذه الفكرة العامة عن كتاب صحيح البخاري هناك معلومات يعرفه بعض طلبات العلم مثل أن كتاب صحيح البخاري أصلا لا يجد فيه حديث انفرد به البخاري لوحده هذا في الأعمة الأغلبة بل عامة الأحاديث الموجودة في الصحيح البخاري هي موجودة في مصنفات أخرى وفي مصنفات أقدم منهم وعامتها احتج بها الفقهة هذه معلومة يعرفها كثير من طلبة العلم لكن هناك معلومات لا تعرف لا عن البخاري ولا عن كتابه هناك أمور متعلقة بشخصية البخاري وموجودة في كتابه لا يعرفها كثير من الناس هناك كتاب اسمه شمائل البخاري ألفه رجل والراق للبخاري اسم محمد النبي حاتم رجل صاحب البخاري زمنا طويلة ثم صنف كتابا يذكر فيه مناقبة البخاري وذكر مجموعة من الأمور التي قد يتفاجأ الإنسان إن سمع أن البخاري كان كذلك علما أن هذه الأمور منعكسة وموجودة في كتابه الصحيح الذي الكثير جدا من الناس لم يكلف نفسه أن ينظر فيه ويقرأ ويتأمل ما في هذا الكتاب الذي على فكرة هو كتاب مختصر هو أسماء الجامعة الصحيحة المختصر نأتي عند أول قصة بيقول وثئل عبد الله بن عبد الرحمة هذا الدارمي صاحب السنن أو المسند وهذا الرجل يعتبر من شيو أخر بخاري سئل عن حديث محمد بن كاب لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه وقيل له محمد يزعم أن هذا الصحيح محمد اللي هو البخاري فقال محمد أوصر مني الدارمي يقول محمد أبصر مني مع أنه شيخ البخاري لأن همه النظر في الحديث وأنا مشغول مريض ثم قال محمد أكيس خلق الله إنه عقل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه يقول إذا قرأ محمد من القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه البخاري مفسر يقول النسان ما شاء الله يعني البخاري هذا الرجل كان عنده معرفة بالتفسير ويثني عليه الدارمي أنه إذا قرأ القرآن يتدبر بشكل دقيق جدا حتى هذا يلفت نظر الدارمي هل تعلم أن كتاب البخاري الصحيح من أعظم ما يدل على ما زعمه الدارمي هنا أن البخاري فعلا يقرأ القرآن بتدبر شديد يقول إنسان كيف هذا كتاب حديث ما علاقته بالتفسير وتدبر القرآن وغير ذلك فأقول لك هذا لأنك لا تدري أن كتاب البخاري الصحيح هو كتاب شرح وتوضيح عجيب أليس هو كتاب تخصصيا كذا؟ لا 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 البخاري من الذي يفعله؟ يأتي مثلا يقول لك كتاب النكاح يذكر فيه مساء الزواج ثم يذكر لك المسائل المتعلقة بهذا الباب ويبوب لك يذكر لك الحديث ويذكر لك ما الذي يمكن أن تستفيده من هذا الحديث يقول باب كذا 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 ثم يذكر لك حديثا مثلا يريد أن يتكلم عن صيغة النكاح يقول باب كذا ثم يورد لك حديثا في صيغة النكاح هل يكتفي بهذا؟ لا الحديث الواحد قد يكرره عدة مرات ليشرح لك في كل مرة يذكر لك منه فائدة تختلف عن المرة السابقة بخلاف مسلم الذي يولد الحديث مرة واحدة غالبا يسردها سردا واحدا في مكانا واحد دون تبويبات مختلفة ولهذا كتاب البخاري هو أدق الكتب الستة على الإطلاق هو أكثر من يكرر ليشرح ويبين ويوضح فهو ليس فقط أصح الكتب لا لا هو أكثرها إفادة ودقة وأكثر ما يمكن أن ينتفع منه الإنسان الذي يريد أن يتعلم طيب يا الله وما علاقة موضوع القرآن هنا ما البخاري ذا بواب لا يكتفي أصلا بذكر الحديث الذي أراد أن يذكره وإنما يذكر لك فتاة والصحاب والتابعين التي تؤيد هذا الحديث ويذكر لك من آيات القرآن ما يؤيد ما فهمه من هذا الحديث أنت لو تذهب مثلا تقرأ كتاب التوحيد اللي هو آخر الصحيح تجد باب قول الله تعالى بل يدهم سلطان باب قول الله تعالى ويبقى وجه ربك باب قول الله تعالى ويذكر الآية ثم يذكر لك ما يفسرها من الأخبار وأحيانا لا يذكر لك يشير لك إشارة هذه الإشارة تبين لك من معنى الآية مع الحديث الذي يذكره ما لو قرأت الآية أنت لوحدك لا يمكن أن تفهم منها ما أفهمك إياه البخار لهذا كثير من الناس اللي يقولك يا أخي نحن نقرأ علينا بالقرآن ما لنا علاقة بهؤلاء العلماء مع هؤلاء العلماء لم يكونوا في القطب الجنوبي أو في القطب الشمالي أو في أدغال أفريقيا ولا يعرفون شيئا عن القرآن بل كانوا منشغلين بالقرآن شغالا عظيما جدا المنقبة الأخرى والتي ستكمل لك الفائدة الأولى يقول محمد بن يوسف الفيرابري هذا رأيه الصحيح عن البخاري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق هذا صاحب كتاب الشمالي يقول في الزيادات المذيلة على شمال أبي عبد الله يقول سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من الثقين يعني مبدئيا هو ما جلس يحدث الناس حتى درس صنعة التصحيح والتضعيف وليس كذلك فقط قال وحتى نظرت في عامة كتب الرأي يعني كتب الفقه الرأي هنا له إطلاقان قد يراد بالرأي مذهب الحنفية خصوصا لهم أهل الرأي وقد يراد بالرأي مطلق التفقه الذي هو الاستنباط من النصوص والقياس إن لم يوجد نص ويريد البخاري هنا هذا قل عامة كتب الرأي يعني نظر في كتب الحنفية ونظر في كتب الشافي ونظر في كتب الأوسائي وسفيان والليس بن سعد المشتهدين جميعا وهذا أيضا يظهر في الصحيح لهذا مثل البخاري ماذا يفعل يفهرس مسائل الفقه هكذا في ذهني يعمل له فهرس ثم بعد ذلك ينظر في الأحاديث الصحيحة وينظر في الآيات ثم بعد ذلك يأخذ المسأل الفقهية ويركب عليه حديثا صحيحا واستنباطا من النصوص وشيئا من الآثار وتخرج لك هذه بوجبة كاملة هذا يعطيك فقها عظيما لهذا لا يوجد متفقع على مذهب أو إنسان دارس للفقه لا يستفيد جدا من الصحيح البخاري ذا نظر فيه وكل ما كان الإنسان أفقه كل ما كان انتفاعه والصحيح أكبر والعامة أيضا يستفيد فائدته الخاصة والمتوسط والمثقف الثقافة العامة الكل يستفيد هذا الكتاب الفائدة فيه مقربة بشكل كبير جدا يعني أنت ممكن تقرأ الحديث وتتساءل ما علاقته لا هو يبويب لك يعطيك يعني لو قال لك كتاب النكاح ثم سرد لك الأحاديث ممكن تحتار ممكن تحتار هذا الحديث ما الذي أستفيده منه فماذا فعل بخاري يضع لك تبويبا باب كذا وكذا حتى تستفيد في الجناز باب صفة الكفن باب صفة صلاة الجناز هكذا يشرح لك ما الذي يمكن تستفيد ممكن أنت نعم فهمت الكتاب فهمت الباب الذي وضعه لكن لا تفهم ما الذي يمكن أن أستنبطه من الحديث يضع لك فتاوى صحابة تابعين في المسألة التي يريد أن يتحدث عنها فهذه كلها تصير نورا على نور فيستبيل لك الأمر بعض الناس يجد مواطن مشكلة في الصحي البخاري والمواطن مشكلة هذه أقل بكثير أقل القليل إذا ما قرنت بالمواطن الواضحة فيبدأ يحدثك عن صعوبة التبويبات البخاري وعن كذا وعن كذا هذه مواطن معدودة لكن معظم المواطن على هذا الأساس وهنا انظر الآن هذه الفكرة ولا زال أهل الحديث على مرة التاريخ يظلمون بهاتي الفريتين أنهم لا عناية لهم بالقرآن وأنهم لا عناية لهم بالفقه علما أن المصنفات التي يعتمدها أهل الحديث مؤلفوها كانوا عظيمي العناية جدا بكتاب الله الثوجر ونظرت لكم مثالا بأشهرهم بالبخاري وكانوا عظيمي العناية جدا بالفقه ودراسته والتعاطي معه حتى مثلا تجد أن بداود مثلا يأتي يذكر الحديث ويقول هذا الحديث خطأ لأنه لم يعمل به أحد وهو عارف من ذاهب الفقه التلميذي تلميذ البخاري والعمل على هذا الحديث عنده العلم وقال به فلان وفلان وفلان فيذكر لك من قال من الفقه النساء كان قاضيا ويبوب دائما ويشرح ويفصل ويقيس وفي تبويباته فهذا رجل قاضي قاضي ليس فقيها قاضي لم تمر عليه قضايا كثيرة واستعانى عليها بالحديث ثم بعد ذلك سجل خبراته في مصنفاته فحينية الإنسان يقول لك أنا أريد القرآن تقول له ونحن أيضا نريد القرآن لكن هناك من هو أفقه منك بالقرآن وفقه منك بسنة من هو أعلم الناس بالقرآن وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنا الآن أريد أن أوصل فكرة كتاب البخاري هذا ليس كتابا للتمييز بين الصحيح ومن الثقيم فحس بل هو كتاب للتفقه وهو أيضا كتابا للتدبر وفهم كتاب الله عز وجل وهو من أنقى الكتب في هذا السياق من أنقى الكتب التي قد يطلع عليها إنسان وسلم اللهم استعال ترجمة نانسي قنقر